السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم الى هذا البرنامج الايماني الرباني في هذا اليوم الاغر اليوم المعظم المكرم يوم الجمعة ايها الاحباب الكرام نجدد الترحب بكم الى لقاء هذا اليوم المبارك ونخصصه للاجابة عن اشكال فقهي سبق وانطرحه احد المستمعين الكرام في حصة المساء في برنامج كلام طيب ولكن لم يدركنا الوقت لانه كان متأخر ووعدته بالاجابة في النهار في يوم الجمعة في هذا البرنامج الدين والحياة المتخصص في بيان الاحكام الشرعية وقضايا الفتاوى الدينية هذا الاشكال هو هل القرآن الكريم حقا يبيح زواج القاصرات زواج القاصرات هل هذا متضمن في كتاب الله عز وجل هذا السائل الكريم قال بالحرف بانه لما يقرأ كتاب الله عز وجل يمر على آية كريمة وهي قوله تعالى واللائي لم يحبن واللائي لم يحبن فيشعر وكأن هذه الآية تخلق له بلبلة فكرية فهم منها بان المقصود بها هما القاصرات الفتيات الصغيرات التي تزوجنا وهن لم يحن قال بالحرف اني اشعر بصداع في الدماغ وتشتت في الفكر واريد جوابا مقنعا وسوف نقول له الجواب اخي الفاضل هذه المسألة جاءت في سياق قول الله عز وجل من سورة الطلاق قال ربنا عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحبن وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرى فسياق الايات جاءت في باب الحديث عن العدة وعن ذنب الحيض بالنسبة للنساء وبعض القراء لما يصلوا فعلا الى قوله تعالى واللائي لم يحبن يقولون هذا اشكال فقهي ويفهمون بانهن النساء القاصرات الصغيرات اللائي لم يبلغن الحلم بعد وايضا انهن لم يحب كيف يعقل ان فتاة تزوجت وهي صغيرة ولم تحب ثم طلقت ثم تؤمر بالعدة وتؤمر بان تتربص بنفسها هذا قد يقع يقع في في بعض الحيرة والشكل فتعالوا ايها الاحباب الكرام نجيب اولا نريد ان نقرر بان زواج القاصرات وزواج القاصرين هذا امر كان مشاع في تاريخ البشرية فمن يقرأ تاريخ الامم وتاريخ الحضرات وتاريخ التقافات سيجد بان هذا الامر كان شائعا في التاريخ البشري قديما والاسباب كثيرة اما ان يكون هناك الجهل بقضايا النفس البشرية وقضايا شؤون الاجتماع واما ان يكون هناك عادات وتقاليد موروتة واما ان يكون السبب هو الفقر والحاجة يدفع الاباء والامهات لتزويج ابنائهم القاصرات او بنتهم القاصرات وقد يكون ايضا سبب الحروب وسبب السبي الذي كان ايام زمان وقد يكون سبب هو المناخ والطقس لان هناك بعض المناطق في العالم تعرف حرارة مفرطة والفتيات يبلغنا سريعا الفتاة تبلغ في تسع سنوات في عشر سنوات احدى عشر سنة هذا معروف في التاريخ القديم بل وحتى في عصرنا هذا في عصرنا هذا هناك مجموعة من الدول التي تعاني من ظروف خاصة عندهم زواج القاصرات كبعض الدول في ملاطق نامية من اجزاء افريقيا وايضا في امريكا اللاتينية وخصوصا في جنوب شرق اسيا في بنغلاديش ومجموعة من الدول لا دعني ذكر اسمائها عندهم زواج القاصرات امر معمول به طبعا في عصرنا هذا ظهر ما يسمى مبدأ حقوق الانسان وحينما تم الاعلان عن ميثاق حقوق الانسان في المنتظم الدولي خصوصا في سنة 1948 صارت الامم المتحدة تدافع وتطالب على الغاء مثل غاده القوانين والعادات لانها تضر بالانسان وقضية المرأة على وجه الخصوص شهدت تحول كبير فالامم المتحدة عندها ادرع ومن اقوى الادرع هو الذراع المهتم بقضايا تحرير المرأة وحقوق المرأة وقد نظمت مؤتمرات عالمية وصدرت الالاف من الوطائق والدوريات والقوانين كلها تمنع مثل هذا الاجراء فهل القرآن الكريم هو يتعارض مع ما جاء في القوانين الدولية وايضا ما اقره المغرب نحن في بلدنا المغرب قرر في المدونة الجديدة التي صدرت سنة 2004 بان السن القانوني للزواج الذي وضعه المشرع المغربي هو 18 سنة وهذا معروف في المادة 19 من مدونة الاسرة ويبقى المادة 20 التي تخول للقاضي انه عنده سلطة تقديرية قد يزوج الفتاة عندها 16 سنة 17 سنة الى رأى بان وضعيتها النفسية والجسدية تتحمل الزواج فهذا هو المعمود في بلادنا لكن نعود الى الاية الاية هل فعلا هي جاءت تتضمن الاباحة والإذن والإقرار بزواج القاصرات واللاء لم يحرن لابد لك نفهم الآية لابد ان نرجع الى اسباب النزول هذه قاعدة في تفسير النصوص الدنيا فكل آية من القرآن اذا وقع فيها اشكال لابد ان نرجع الى اسباب النزول وأما في الاحاديث النبوية نرجع إلى أسباب الورود أسباب الورود لا بد من هذه التقنية لأن هذه تعتبر إضاءات إضاءات على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإلا سوف نخبط خط عشواء الأمر الثاني أن نفهم الآيات في سياقها وسباقها ولحقها لا نجتزع الآية هكذا مباشرة من النص ونستشهد بها لا بد أن تفهم في إطار السياق والسباق واللحاق ثم أن يفهم الجزئي في إطار الكلي لأن التشريع الإسلامي في القرآن والسنة متكامل نفهم الجزئي في إطار الكلي ثم أيضا نستحضر الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الزمن ونرى هل يمكن أن نقوم بعملية التنزيل في أرض الواقع المعاصر وفق ما كان الوضع هناك لأنه إذا تغير الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على عصرنا لا بد أن نراعي هذا هو الفقه الفقهاء يقومون بمراعاة أسباب الاختلاف ومراعاة الظروف والملابسات لأن الفقه هو الصناعة ليس مجرد أن نأخذ نصا قرآنيا أو حديثا نبويا ثم نرمي به وبذلك قد يقع هناك بلبلة في الفهم وتشويش في الإدراك هذه الآية الكريمة قول الله جل جلاله في كتابه العزيز واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن سبب النزول كما ذكر أبي بن كعب رضي الله عنه أبي بن كعب هذا من الحفظ حفظة القرآن الكريم وكان يهتم كثيرا بأسباب النزول وكان كل آية يحفظها حتى يعلم متى نزلت وكيف نزلت وفي من نزلت يروي بأنه لما نزلت عدة النساء لما كان الصحابة في المدينة المنورة وبدأت أحكام الشريعة تنزل لأن في القرآن المكي لم يكن هناك أحكام شرعية في الفترة المكية لم تكن هناك عبادات ولا هناك بيان للحرام والحرام وإنما كان هناك بيان للعقيدة وبيان للإيمان والبعث واليوم الآخر وصدق نبوة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدلائل على وجود الله القرآن المكي كان وظيفته هو زرع الإيمان في القلوب لبناء المجتمع أما القرآن المدني فكان جله يتحدث عن الأحكام الشرعية وبيان الحلال والحرام فبعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة ربنا تحدث عن عدة النساء وتحدث عن عدة المرأة المطلقة في سورة البقرة وتحدث أيضا عن المرأة المتوفة عنها زوجها فإمرأة مطلقة أو توفي عنها زوجها وأرادت أن تعتد ربنا ذكر بأن عدة هن أربعة أشهر وعشرة قال جل جلاله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة يعني المرأة مثلها الزوج ديالها عليها أن تبقى في العدة كم أربعة أشهر وعشرة أيام يعني 130 يوم بل أكثر من ذلك أربعة أشهر 170 يوم لماذا؟ طبعا لاستبراء الرحم لاستبراء الرحم ولحفظ ذكر الزوج وهذه العدة هي تسمى بالإحداد يعني المرأة تحد عن نفسها كأنك تضرب حدودا عن ظروفها فهي تتجنب الملابس الجميلة وتتجنب التزين بالماكياج بنوع من الزينة لا تكتحل لا تستعمل الحناء لا تلبس لباس فيه ألوان مزركة شه لا تمس الطيب طبعا تختسل بالماء والصابون تتنظف تغير ملابسها لكن تحرص على أنها تبتعد عن أشكال التناعم الذي فيه بيان لجمالها وإظهار لأولوتتها وتمكت في بيتها أربعة أشهر وعشرة ولها أن تخرج لقضاء بعض الحوائش الضرورية كأن تذهب مثلا إلى إدارة من الإدارات أو إلى قضاء مصالح في مثلا في البنك مثلا أو في محكمة أو في أي مجال ثم تعود للضرورة لا مانع من ذلك فحينما نزلت هذه الصورة والذين يتوفون منكم ويدارون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من هؤلاء المرأة المتوفة عنها زوجها أو المطلقة فالصحابة سألوا يا رسول الله صورة البقرة لما ذكرت هذه الآيات بقي الناس يتساءلون عن نساء أخريات من هن المرأة إذا كانت صغيرة أو إذا كانت كبيرة السن يائسة هارمة أو إذا كانت حامل فما حكم هؤلاء النساء بعض النساء لم يعرف الآية المدقورة أولا خاصة بالمرأة العادية مرأة عند 40 عام 50 عام توفى زوجها هذا حكمها لكن ما حكم المرأة التي لم تحب ما عندها حيب أو المرأة التي كبرت وصارت مسنة عند 70 عام 80 عام هل هي أيضا تهتد أربعة أشهر وعشرة وما حكم المرأة التي هي حامل فهل ينطبق عليه نفس الحكم فنزل قول الله سبحانه وتعالى واللاء يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاء لم يحم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فهذه الآية تعالوا نتأمل فيها ربنا سوف يذكر ثلاث أصناف من النساء الصف الأول اللاء يأسن من المحيض من هن هما النساء المتقدمات في السم امرأة عندها ستين سنة سبعين سنة هذه دخلت إلى مرحلة يأس تسمى مرحلة اليأس ولكن هذا كلام هذه اللفظة تخدش الحياة والكرامة نقول إن خطعنا دم الحيض لأن السم هي سن اليأس وسن النضج فمرأة ولدت وأنجبت وتجاوزت المرحلة قد تبدأ بخمسة وأربعين في الغالب هناك نسوة قد يكون في الأربعين أو تمانية وتلاتين عندهم إن خطعوا الحيض مبكر وهناك من تستمر معها بعد الخمسين والسيدة هاجر والسيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم الخليل كان عمرها أنا داك تمانين سنة فلما بشروها بالغلام ضحكت قال ابن عباس معنا ضحكت أي حاضت ربنا عز وجل أعطاها الحيض وعمرها تمانين سنة لما وضعت سيدنا إسماعيل فكان أبوهم إبراهيم يفرح ويقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإصحاق إن ربي لسميع الدعاء هذه معجزة وكرمات الأنبياء لكن نحن نتكلم عن عموم الناس الصنط الأول اللائي يائسن من المحض هنا النساء المتقدمة في السن فهؤلاء لا يعرفنا كم عدد العدة لأن العدة فيها ثلاث قرؤ ثلاث قرؤ يعني تحيض المرأة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر تكون قد استكمت العدة هذه عدة المطلقة المرأة المطلقة لكن هذه ما عندها حيض لا ندري هل هي حاضت أم لم تحيض فما هو حقبها جاءت الأية تقول فعدتهن ثلاثة أشهر إذا حصل لها الطلاق مثلا طلاق من زوجها فعدتها ثلاثة أشهر ثم قال الصنط الثاني واللائي يائسن من المحض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض واللائي لم يحض هدو الإشكال فهم فيه بعض الناس أن اللائي لم يحض هي المرأة الصغيرة هي الفتاة القاصر تزوجت وهي لم تحض وبالتالي طلقت فما حكمها وهي ما عندها حيض حكمها أيضا مثل المرأة اليائسة يعني أنها تمكت ثلاثة أشهر والصنف التالث طبعا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المرأة إذا كانت حامل فالعدة هي أن تضع الحمل لأن الحكمة من العدة هي استبراء الرحم فإذا وضعت حملها انتهت عدتها لكن تسوروا معي لو أن مرأة كانت حامل وزوجها مات بالأمس وهي وضعت بالغد هل يكون عدتها يوم أو يومين لا ذكر الفقهاء أنها تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الأجلين فالحكمة أولاً استبراء الرحيم وتانياً حفظ ذكرى الزوج نبقى في الإشكال وقوله تعالى واللاء لم يحرم الذي وقع فيه الكثير من أصحاب الشبهات الذين يتتبعون الآيات ويبحثون عن بعض القضايا فيها إشكال فيطعنون في الدين يطعنون في القرآن فقالوا إن القرآن الذي يتعبد به المسلمون إنه يكر زواج القاصرات بمفهوم هذه الآية لكن ما الذي جعل هؤلاء الأشخاص يحصرون معنى اللاء لم يحب في الصغيرات أي طبعاً النساء أيام زمان في عهد النبوة كانوا يتزوجن صغيرات ولكن هناك كان مناخ وكانت هناك طبيعة حارة تجعل الفتيات يكبرن سريعاً فالفتاة في العشر سنوات سارت امرأة ولكن ذلك كان قليل ومحدود وهو لا يعني أن اللائية لم يحبن خاص بهم فالآية تتحدث عن المرأة التي لم تحب قد تكون فعلاً صغيرة وقد تكون أيضاً كبيرة فهناك نساء بالغات ناضجات لكن لا يحب القرآن الكريم تكادل معنى العموم لاحظوا أن القرآن غير خاص بالجزيرة العربية في فترة النبوة القرآن عام على كل البشر في كل زمان يعني في القارات الخمس الآيات تنطبق على من يعيش في بيئة حارة كالجزيرة العربية أو في منطقة باردة كالجنوب المتجمد أو الشمال كل أرضي المتجمد أو في أسيا أو أوروبا أو أمريكا أو في أي مقع من العالم فالقرآن الكريم عالمي ثم إنه إلى قيام الساعة فقد تكون هناك مرأة كبيرة لكنها لم تحب فالآية تشملها الآية تشملها كذلك قد يكون هناك نساء عندهن إضطرابات في الهرمونات ولا يحبن على الإطلاق فأيضا تنطبق عليهن الآية كم من مرأة كبيرة السن لكنها لم تحب عندها إضطرابات صحية أيضا قد يكون بعض النساء تأخر عنهن الحيد ربما قد بلغت 18 سنة ولم تحب بعد عندها مشكلة في الجانب الفيزيولوجي وإضطراب في الهرمونات أيضا تشملها الآية بالغة 20 سنة 25 سنة ولم تحب بعد فأيضا لا يتشملها كذلك هناك صنف من النساء ربما قد لا يحبن أبدا وهذا الصنف موجود يكونوا شبيها بالرجال يسمون في كتب الفقه واللغة بالمرأة الضهياء المرأة الضهياء ما هي المرأة الضهياء؟ هي التي تضاهي الرجال هي مرأة في صفات أنوتا ولكن هي أصلا حقيقتها مثل الرجال الضهياء أيضا لا تحب فأيضا تشملها الآية واللائي لم يحب أيضا نواك صنف آخر من النساء قد يكون عندهن عوارض فقد يكون عندها عارض نفسي هناك العقم هناك العقم البيولوجي وهناك العقم نفسي فقد يكون هذا العارض مانعا من نزول الحيض وقد يكون السبب أيضا المانع والعارض روحي مرأة عندها مس عندها جني عاشق عندها أم الصبيان قد يمنعها من الحيض فأيضا هذه تشملها الآية ثم إننا اليوم بالتقدم العلمي في مجال الطب لاحظنا أن هناك إمكانية إزالة الرحم هناك نساء عندهم سرطان في الرحم لا قدر الله يتم إما إزالة غشاء الرحم أو الرحم بكامله فالمرأة إذا ابتليت بإزالة الرحم صارت أيضا ينطبق عليها قول الله تعالى واللائي لم يحب إذن فلماذا نقصر هذه الآية فقط على الصغيرات ونطعن في الدين ونطعن في القرآن ونقول بأن القرآن يقر ويبيح أو يدعو إلى زواج القاصرات بالعكس عموم الآيات القرآنية وأيضا في السنة النبوية تفيد تقييد هذا الحكم ما يسمى بزواج القاصرات ففي السياق الآية ماذا قال ربنا عز وجل واللائي يأسن من المحيض من نسائكم من نسائكم كلمة نسائكم هذه فيها فيها معنى أن المرأة التي نتكلم عنها هي مرأة كاملة الأنوتة وكاملة الوعي نسائكم في السياق الآية يعني المرأة البالغة الناضجة واللائي لم يحم فالسياق واحد فربنا يتحدث عن عالم النساء وليس عالم الأطفال أو عالم القاصرات القرآن الكريم منزع عن كل ذلك لابد أن نفهم سياق الآية فمنذ الانطلاق ربنا يقول واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ثم نجد في آية أخرى أيضا في سورة النساء ربنا يقول وابتلوا اليتام حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا آنستم منهم رشدا بمعنى أن هذه الفتاة ليست صغيرة ولا قاصرة وإنما هي راشدة فنص الأرآن يشير إلى علامة الرشد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ثم إن المرأة الصغيرة إذا تزوجت ليس عندها استعداد نفسي ولا استعداد جسمي للزواج وهذا قد يلحق بها الضرر وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ضرر ولا ضرر هذه قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرر فلا يمكن بنص الأدنين أن نطبق هذا الحكم زواج القصيرات كما ذكرنا إذا كان سائدا في الماضي فهو كان سائد في دول أخرى وفي عوانم أخرى لكن عنده ضوابط فكان العلماء والفقهاء المرأة التي لا تطيق لا تطيق الزواج لا يزوجونها وذلك تفاديا من الإحاق الضرر بها أيضا كانوا يفرقون بين الزواج والدخول أو بين الزواج والبناء فقد تتزوج الفتاة وهي الصغيرة لكن لا يبنى بها فقد تبقى معهم في البيت كان عادة هذا عادت أيام زمان قديما كانت فتاة عندها عشر سنوات إحدى عشر سنة إثنى عشر سنة تتزوج لكن لا يدخل بها لا يبنى بها تبقى وسط العائلة وسط الجماعة وكأنها تشعر بنوع من الارتياح ثم فيما بعد يتم يتم الدخول بها إذا احتملت الرجال وصلحت للوطع كما يقول الفقهاء هذا كان أيام زمان ونحن نعلم بأن الدين الإسلامي معروف بأنه مجموعة قضايا ربنا تركها بدون تفصيل تركها عامة لماذا؟ لأن المشرع العظيم في القرآن وفي السنة أراد أن تبقى هذه الأشياء بحسب ظروف المجتمعات فهناك مفاهيم مفاهيم تحتمل الصواب والخطأ تختلف من مجتمع لمجتمع وتختلف من بيئة لبيئة ومن عصر لعصر نحن في عصرنا هذا متفقون جميعاً ونحن نعمل بمثاق الأمم المتحدة وبمثاق حقوق الإنسان اتفقنا جميعاً بأن زواج القاصرات أقل من 18 سنة فيه ضرر كبير ويستثنى فقط لعنده 16 سنة القاضي الشرعي هو الذي يتحدث في الموضوع فالإسلام من معجزاته أنه تكلم عن كل الحالات لأنه صالح لكل زمن ومكان ربما كان هذا الأمر صالحاً لزمان غير زماننا يعني قبل 15 قرناً كان سائداً وقد يصير أيضاً في فترة زمنية أخرى صالحاً مثل الرق مثلاً كان أيام زمان وقد يعود مثل مثلاً قضايا مختلفة مرتبطة تحديد سنة الزواج أو غيرها قد تكون في زمن مطلوبة وفي زمن مرفوضة بحسب وعي المجتمعات وبحسب تطور فكرهم العقلي والعاطفي وهذا من إعجاز القرآن الكريم وربنا قد وضع لنا أن إمام المسلمين ولي أمر المسلمين له أن يتدخل ليعمل ببعض النصوص أو بأن يوقفها وهذا معنى قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هناك نصوص في الدين ممكن أن نعمل بها ممكن أن نوقف العمل بها لماذا؟ ليس من باب التلاعب بالشريعة كلا وإنما بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعي والنفسية كما وقع لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف نصوص مثل نزول العقاب بالصارق لأنه كانت أيام مجاعة فقال المجاعة لا نطبق الحدود وكان يطبق قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم للصارق الذي جاء به من يسرقه قال ما علمته إذ كان جاهلا وما أطعمته إذ كان جائعا هناك نصوص ممكن نطبقها وممكن نوقفها وهذا كله يرجع إلى دكاء الفقهاء وسعة فهمهم واستعابهم نحن نقر بأن زواج القاصيرات في عصرنا هذا طبعا مرفوض وفيه أضرار كثيرة والسبب كما ذكرنا قد يكون هناك الفقر فالدول الفقيرة والمجتمعات الفقيرة تضطر إلى أن تزوج بناتها فعي وضعا نغير نصيص القرآن نغير واقع الفقر هذا هو المطلوب نغير واقعنا الأوساط الفقيرة على الحكومات وعلى الدول وعلى مجتمع المدني يتدخل ويطالب برفع إيقاع المستوى المعيشي حتى لا يضطر إلى هائلة الفقيرة أن تبيع بناتها بأبخس الأتمن قد يكون السبب كما ذكرنا هو العادات والتقاليد الموروطة فهناك الموروط الاجتماعي والثقافي فعلينا أن نغيره في بعض الأوساط كيف ذلك عوض أن نغير نصيص القرآن نغير واقعنا نرتفع به وهذه مسؤولية وسائل الإعلام مسؤولية رجال التقافة رجال الوعي ومصلحين الاجتماعيين وهو الارتقاء بالمستوى التقافي وتنوير العقول وتبلور الوعي المجتمعي حتى نتخلص من الموروط البالي من التقاليد والعادات التي لا قيمة لها أيضا الجهل الفكري عند بعض الأوساط لأنهم لا علم لهم بخطورة الزواج المبكر على نفسية الفتيات الصغيرات وهنا غير قادرة لتحمل هذه المسؤولية فعوض أن نغير نصيص القرآن نغير واقع الجهل الفكري بأن نطور مستوان التعليمي بأن نعطي مبادئ حول الصحة الإنجابية بأن نطور هذه المفاهيم فبعض المغرضين عوض أن يغير الواقع المعيش المتردي يتهم القرآن والقرآن الكريم كلام رب العالمين منزه عن الخطأ ومنزه عن النقصان وفيه الكمال المطلق نحن جميعا ضد هذا الزواج الذي عنده قاصرات لأنه أثار سلبية الأثار النفسية على الفتيات فالفتاة محتاجة ويصغيرة أن تلعب وتلهو وتتعلم وإذا قمنا بتزوجها ويصغيرة نقول قد أدخلناها إلى دائرة الحرمان ولهذا نجد الكثير منهن يصبن بالاكتئاب ويصبن بالقلق الشديد ويصبن بالهلوسة وبالمس الكثير منهن يصبن بالمس الشيطاني وهذا وسببهم وأيضا آتار اجتماعية وخيمة جدا فهذه الفتاة التي تحرم من التعليم المناسب وتحرم من التكوين المناسب كيف تربي أطفالها وكيف تربي أبناءها إذا أنجبت وهي أصلا فاقد الشيء لا يعطيه لهذا نقول أيها الأحباب الكرام وجوابا على السؤال الذي بدأنا بأول مرة هل القرآن الكريم يبيح زواج القاصرات لا القرآن الكريم يبيح الصواب ما كان صوابا في ظروف معينة وفي وضعية معينة وفي زمن معين وفي إطار اجتماع معين فالقرآن الكريم معه وإذا تغير الوضع القرآن الكريم ضده وهذا هو الفقه الذي يقتحم القلوب بغير استئدان الفقه ليس عبارة عن سكة حديد تسير متوازيتين لا يمكن أن تنحرف بالعكس الفقه أخذ وعطاء ورد وتقدم وتراجع وكله يدخل في إطار المصلحة جلب المصلحة ودرء المفسدة من باب لا ضرر ولا ذرار فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يجعلنا من حماة الشريعة ومن الدعاة إلى المولى جل جلاله وأن يرزقنا حسن الفهم وفتح العارفين بالله اللهم أمين يا ربي يا كريم وتحية كبيرة لكل النساء لكل أخواتنا وبناتنا أتمنى لهن ونحن في الرابع عشر من فبراير في العادة يقولون إنه عيد الحب نحن لا نحتاج إلى قصة من القصص لكي تأس الحب عيننا كل يوم الحب عيننا كل ساعة فالمؤمن والمؤمنون والمؤمنات يتحبون في الله ويتوالون في الله فأسأل الله تعالى أن يجعل لهم في كل وقت محبة ومودة وأهديهن باقة ورد وزرقشة الألوان مختلفات تفوح عطرا شديا وعبقا شديا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله